قدم أطباء العموم بهية ابن سينة بحضر موت استقالاتهم الجماعية بعد مرور أربعة أشهر من إضرابهم المستمر ومحاولتهم الدؤوبة للتوصل على تفاهمات مع السلطة المحلية وحلحلة المشاكل التي تعاني منها الهياء وصرح الأطباء إن جذور هذه الأزمة تعود إلى احتجاج الأطباء على عدم استجابة السلطة المحلية لمطالبهم وعدم توفير بيئة عمل مناسبة وصرف حقوقهم المشروعة وفي بيان صادر عنهم أعرب الأطباء عن خيبة أملهم العميقة ومؤكدين إن الوضع في المحافظة يزداد السوء يوما بعد يوم مشيرين إلا أنهم قد اتخذوا قرارا صعبا وتصعيدية وهو تقديم استقالاتهم الجماعية كوسيلة للتعبير عن احتجاجاتهم الحازمة على عدم تلبية مطالبهم وتجاهل السلطة المحلية لمشاكلهم الهيكلية وأكد الأطباء أنهم مستعدون للتفاوض والتواصل لحلول مقبولة للجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر